إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أد وفقنا لما فيه الرضا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأقومها لا يهدي لأحسنها وأقومها إلا أن واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أن اللهم انصر الحق وأهله وهزم الباطل وجنده أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول القرآن الكريم لقاؤنا في هذا الموعد من كل أسبوع مع القرآن مع القرآن الكريم وسنتناول من خلال هذا البرنامج تفسيرا لآيات الله تبارك وتعالى وسنختار لحضراتكم سورا نأتي بها تباعا ليس بالضرورة أن تكون مرتبة حسب ما جاء في كتاب الله وإنما نختار وإذا ما اتسعى العمر بمشيئة الله تعالى لعل الله يبارك ونأتي على القرآن الكريم جميعه وإذا لم يتنسر فكما يقولون ما لا يدرك كله لا يترك جله كما يقولون وقبل أن نبدأ في اختيار السور التي سنعلق لحضراتكم عليها تعالوا بنا لنعيش أولا مع القرآن الكريم كمعجزة القرآن الكريم من نعم الله العظيمة علينا ومن فضائل الله تعالى ومننه التي لا تحصى ولا تعد هذا القرآن هو كلام الله وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه تخيل تخيل فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلق الله شتان شتان بين أن يكون الكلام كلامي أو كلامك وبين أن يكون الكلام من الله سبحانه وتعالى وأضرب لك مثلا قاله بعض الدعاة المعاصرين قال انظر إلى التراب التراب الذي نمشي عليه أخذ منه أو تأخذ أنت منه فتصنع وعاء تأكل فيه كأسا تشرب فيه ملعقة تأكل بها وعاء أكبر تضع فيه ماء هذا هو الذي نتمكن من فعله مع التراب لكن الله تبارك وتعالى يأخذ من نفس التراب هو هو يأخذ من نفس التراب ويصنع منه إنسانا إنسانا كاملا عظيما متفوقا عاقلا فهذه قدرة الله وهذا علم الله فإذا كنا نستطيع من خلال هذه الموازنة أن نعرف الفرق بين كلام ربنا وكلامنا أنا كلامي ممكن جدا أخذ من الحروف العربية اللي هي الثمانية وعشرين أعمل منها إيه أعمل منها قصيدة أعمل منها قصة أعمل منها موقف هذه قدراتي ولكن الله تبارك وتعالى يأخذ من هذه الحروف نفسها فيجعل منها قرآنا الفرق مبيد الكلام ده كلام ربنا وكلامي أنا وكلامك أنت كالفرق بين الروح المتحركة في الإنسان والروح الخامدة في الآنية لعل الفرق الآن وضح تعال أيضا مثال آخر يقول لك لو أن الظلام حل بنا الظلام حل كل واحد يتغلب على الظلام بقدر إمكاناته واحد عنده قدرات كبيرة يأتي بمصابيح وبنجف وبكشافات تضيء المكان تجعلك النهار واحد آخر إمكاناته أقل يأتي بلمبة أقل لقدرة واحد ثاني أقل واحد ثالث أقل إلى أن نصل إلى إنسان لا يجد إلا شمعة يضيء بها ظلمتا أو أقل من هذا حطب أو شيء من هذا القبيل كل واحد حسب إمكاناته لكن إذا سطعت شمس النهار قيل أطفئ مصابيحكم فقد سطعت شمس الله شفت بقى شمس ربنا هات بقى جاب إلى جوار شمس الله هات محطة الكهربة كلها لا تفيد شيئا ولا لها أي أثر فكذلك الحال كلامنا له وزن عندما لا يكون لله كلام عندما لا يكون لله أمر أو ناهي لكن إذا قال الله فينبغي علينا أن نسلم كما إذا سطعت الشمس يقال لنا أطفئ مصابيحكم فقد سطع شمس الله ففضل كلام الله على سائر الكلام فضل عظيم وجليل وكبير لا يمكن لأي إنسان أن يدرك مداه ولا أن يحصل يعني الفرق الشاسع بين الكلام العادي وبين كلام الله تعالى لأجل ذلك تعالى معايا كده ننظر في القرآن الكريم أدي إيه ربنا جعل القرآن نعمة تستوجب منا أن نثني على الله لأجلها وتستحق منا أن نشكر الله تبارك وتعالى بسببها تعالى ربنا بقول أرعي عندي عدد من الصور استفتحت بالحمد لله ناخدها كده أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين كل الخلق في الدنيا كلها مربوبون لله خلقهم بيده وصنعهم على عينه وأمدهم بأسباب الحياة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي سورة افتتحت بالحمد لله سورة أخرى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور نعم كبيرة جدا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض دي سورة نمر اثنين في سورة ثالثة الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور بنحمد ربنا صاحب كل نعم دي في آية أخرى سورة أخرى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم لما تتأمل في الصور دي تجد إن ربنا بعلمنا أن نحمده على عظيم نعمه وجليل فضله وجميل صنعه تبارك وتعالى تعالى بقى من ضمن الصور التي علمنا الله تعالى أن نثني عليه بسببها إن نحن نقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجه قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنة ما كثين فيه أبدا إلى آخر الآيات فزي ما بنحمد ربنا وذل علمه لنا ربنا أن نحمده على خلق السماوات والأرض والملائكة والظلمات والنور وربوبية الله لخلق وكون مالك أوم الدين كل ده بعلمنا ربنا أن نقول الحمد لله نفس النعمة بالقرآن لا تقل عن هؤلاء جميعا فهي تستحق منا أن نحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه بما هو أهله كل ده يا أخواننا بيصب في إطار أن نحن عزين نقول أن نعمة القرآن نعمة عظيمة وجليلة وكبيرة نعمة لا تقل عن أي نعمة من النعم التي تراها يقول لك كده تعالى أنظر إلى ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض هل ترى في هذا الملك من خلل من الطراب من تفاوت أنظر الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ارجع البصر بص في السماء مرة واثنين وثلاثة وعشر ومية هل ترى فيها شيئا فيه خلل شيء فيه الطراب شيء كان يجب يوضع في مكان غير المكان اللي هو فيه نهائيا صنع الله الذي أتقن كل شيء الذي أحسن كل شيء خلق وتأمل في نفسك وتأمل في الكون من حولك كل اللي انت شايفه الجبال والبحار والأنهار إذن هذا الكون تجلى الله فيه سبحانه وتعالى لخلقه فبسط هذا الكون وجعله آية دالة على قدرته وعظمته وجلاله وكبرياءه وأن لنا انظره ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بنى الخلق فانت مطلوب منك انك تتأمل في خلق الله في الأرض في السما وفي نفسك وفي كل شيء من حولك يبقى ربنا سبحانه وتعالى دلل على قدرته وإبداعه وعظمته وقدرته فيما حولنا من كائنات وكمان دل على قدرته وعظمته وقدرته وإبداعه فيما أعطاك من كتابه يقول كده بعض السلف الصالح لقد تجل الله تعالى لخلقه في كتابه ولكنهم لا يبصرون تجل الله تعالى لخلقه في كتابه اقرأ كده القرآن احنا قلنا في الكون ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت طب القرآن القرآن يقول الله تبارك وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تجل الله تعالى لخلقه في كتابه زي انت ما بيبهرك خلق الله العظيم في السماوات وفي الأرض وفي الحيوان وفي النبات وفي البحار وفي الأنعار وفي الثمار وفي الظلال وفي الجبان برضو لازم تنظر بعين الإكبار والإجلال على آيات الله تبارك وتعالى لما تقرأ القرآن استشعر بقلبك وفي ما هو بداخلك أن هذا كلام العظيم كلام الجليل كلام الكبير المتعال سبحانه وتعالى وبعدين تعالى إلى القرآن الكريم وانظر إلى الألفاظ التي أطلقها ربنا على كتابه ولكل لفظ منها دلالة لما تسمع ربنا بيسمي القرآن النور وأنزلنا إليكم نورا مبينة أو من كان ميتا في أحيينا وجعلنا له نورا يمشي بيه في الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا النور إيه مهمته النور بيبدد الظلمة دنيا ظلمة يقوم ربنا سبحانه وتعالى يجعل النور المادي يبدد هذه الظلمات أستطيع أن أرى ما حوله القرآن الكريم ربنا سماه نورا فبه تتبدد ظلمات الشرك والشك والريب والنفاق وسائر الأسباب التي تجعل الإنسان يضل أو ينحرف قال تعالى ويجعل لكم نورا تمشون به نورا تمشون به يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به هذا النور يتمثل في تعاليم القرآن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بإيه إيه الأداة التي تخرج الإنسان من الظلمات إلى النور اسمع القرآن كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور سمى الله تعالى القرآن نورا حضرتكم عارفين النور بيعمل إيه سمى الله القرآن روحا روحا والروح تكون به الحياة مش الحياة المادية اللي باكل واشرب بيها بس ده نوع من أنواع الحياة لكن الله جعل في القرآن الكريم روحا يحيى الإنسان بها في عليين يرقى بها إلى مستوى عن مستوى الحيوان قال تعالى أَوَى مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ فالقرآن روح تحيى به النفوس وترقى به عن مستوى البهيمية والحيوانية القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشأ من عبادنا يبقى ربنا سمى القرآن روح وسمى القرآن نور وسمى إيه كمان سماه الله تعالى الشفاء قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء سماه شفاء وسمى هدى وسمى رحمة وسمى موعظة سماه موعظة وأطلق عليه القرآن المجيد والقرآن العظيم والقرآن المبين والصحف المطهرة وأحسن القصص والفرقان والحجة والبرهان وأسماء كثيرة جدا أطلقها ربنا تبارك وتعالى على هذا القرآن حتى ألف بعض علماء الإسلام في أسامي القرآن رمام بن القيم له كتاب في هذا المعنى وأحد الدعاء المعاصرين أيضا له كتاب في أسامي القرآن الكريم مؤلف كامل يتناول أسامي القرآن الكريم يتناول أسامي القرآن الكريم وكل اسم من هذه الأسماء له دلالاته وله انعكاساته وله ثمراته وآثاره وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظمة هذا القرآن وجلاله وكماله سبحانه منزله تبارك وتعالى تعالى من دلالات عظمة هذا القرآن أنه كتاب معجز كتاب معجز لما بيعرفوا القرآن الكريم ولكنه هو المتعبد بتلاوتي المتحدى بأقصر صورة منه تعرفات طويلة من ضمنها العبارتين دون المتعبد بتلاوتي والمتحدى بأقصر صورة منه ربنا تحدى بالقرآن الإنس والجن الإنس والجن أن يأتوا بمثله ويقول لنا كده قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو تعاونوا وعملوا مؤتمرات وعقدوا ندوات واكتمع أطباؤهم مع مهندسيهم مع علماء فلكهم مع علماء الزراعة وكله اجتمع في سبيل أن يؤلف شيئا كالقرآن الكريم ما استطاعوا أن يصلوا إلى ذلك فتحدى الله تعالى الأمم كلها بالقرآن الكريم وبعدين الناس ما تقدرش فنزل في التحدي إلى عشر سور إلى عشر سور أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم لو ما عرفوش يصاروا ووقفوا عاجزين مفروض عليكم بقى مفروض عليكم إن تقروا بأن القرآن ده من عند الله مش من عند حد فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وبعدين ينزل القرآن لتحدي أكثر ينزل من القرآن إلى عشر سور إلى سورة واحدة إلى سورة واحدة يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا إيه ده إيه التحدي الكبير ده فإن لم لم دي أداة نفي وجز للماضي تجزم الماضي فإن لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا في المستقبل تحدي أنهم عجزوا فيما مضى وسيعجزون أيضا فيما يستقبل من الزمان فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الناس اللي يبان أدامها هذه العظمة وهذا الجلال وهذا التحدي ويصرون على الكفر ويصرون على العناد فهؤلاء ليس لهم عند الله إلا النار التي أعدت للكافرين بعضهم كان يشاب كده يقول لك لو وقف واحد عملاق رجل يعني شديد ويتحدى العالم كله يقول أنا أقوى رجل في العالم ومن لم يصدق يأتي يدخل معاه مصرعة ويصرعني فالكل يقف مشدوها لا يستطيع أن يصنع معه شيئا قال لهم بلاش تصرعوني كبير عليكم دي أنا ممكن أنزل لحاجة أقل تعالوا حركوا دراعي بس حركوا زراعي فيقف العالم كله مشدوها لا يستطيع لا سعني حرك زراعة فيقول أنزل بيكو إلى ما هو أقل أنزل بيكو بس حركوا صباعي فقط لغير صباعي فقط حركوا فلا يستطيع أحد أن يقترب منه ولا أن يحرك له حتى الأصبع ده دليل على إيه دليل على أنه كلام صادق وعلى أنه فعلا هو أقوى رجل في العالم وعجز الدنيا كلها عن أن تصنع معه شيئا إقرار بأن ما يقوله صحيح نفس المعنى ربنا سبحانه وتعالى بيتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عشر صور عجزوا صورة واحدة عجزوا وبقي القرآن الكريم شاهد صدق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا بصورة واحدة دليل على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وبعد ربنا قال في قرآني إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون تجد القرآن الكريم في كل العالم لا تختلف نسخة واحدة عن الأخرى اذهب إلى أقصى الغرب في أمريكا أقصى الشرق في اليابان أقصى الشمال إذا كان في سيبيريا ولا في الأماكن دي أقصى الجنوب في جنوب أفريقيا وافتح مصحف في أي مكان في الدنيا ستجد القرآن الكريم بنصه وعدد سوره وآياته لا يختلف من مكان إلى مكان ده دليل على إيه؟ على صدق كلام الله فيما أخبره من حفظه للقرآن الكريم ده مش كده بس ده ربنا سبحانه وتعالى بيحفظ القرآن الكريم في السطور زي ما حضرتكم عارفين المصاحف لا تختلف وبيحفظ القرآن الكريم أيضا في السطور في السطور فتجد القرآن الكريم محفوظا لدى أطفال صغار لا يتجاوز سنهم ممكن السادسة والسابعة والثامنة وأقل من كده وأكثر من كده وعرب وعجب يمكن لو سألت الطالب الأعجمي قلت له اسمك إيه؟ لا يفهم أنت بتقول له إيه؟ لكنه يقرأ القرآن الكريم كما أنزل لا يتلعثم ولا يتردد ويقرأه بوجوه القراءات وترى عجبا أحيانا أن طالبا يحفظ القرآن بأرقام الآيات فيأتي المعلم اقرأ يا بني الآية الفلانية فيقرأها فيقرأها يقول له اقرأ قبلها بعشرين آية بخمسين آية بعدها بثلاثين آية دليل على إيه كلام ده؟ قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وكم بذلت من محاولات لمعارضة القرآن الكريم ولمحاولة التشويش عليه ونزعه من قلوب المسلمين وكلها باءت بالفشل كل باء بالفشل ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون عملوا كلام دي وساروا عليه ومع ذلك لم ينجحوا باءت كل محاولاتهم بالفشل ومن العبارات التي أحفظها أن المندوم السامي البريطاري في مصر في يوم ما قال إنه لا استقرار لنا في مستعمراتنا ببلاد الشرق إلا أن نقضي على هذا القرآن وهذه الكعبة أشار بيده إلى الكعبة وكان يحمر مصحف نقضي على القرآن وعلى الكعبة لا استقرار لنا في مستعمراتنا ببلاد الشرق والمستعمر الفرنسي إن كان في الجزائر كان يقول لا بد أن نقتلع اللسان العربية من ألسنتهم وأن نقتلع القرآن العربية من قلوبهم حاولوا بكل الوسائل وبكل الإمكانات واليوم طرى تشويشا على القرآن يقول لك نعمل حاجة اسمها الفرقان نجمع ما بين القرآن والتوراة والإنجيل وكله بيبوء بالفشل على ما أقع على النت مع بداية اختراع الشبكة الدولية العنكبوتية بدأ ناس ترسل يقول لك صور من القرآن ويجيبوا ألفاظ وعبارات وكله بيترمي في صفحة زبالة عفوا في القمامة لا قيمة لهذا كله ويبقى كلام الله تعالى منزها عن أن تمتد إليه يد العبث أو التحريف أو التبديل أو التغيير لأن الله تعالى تولى حفظه القرآن الكريم إذا نحن نظرنا إلى معجزات الأنبياء تجد أن كل نبي كان يأتي بمعجزة تؤيد المنهج يعني يأتي بالتوراة ومعه معجزة اليد والعصى وغيرها سيدنا عيسى يأتي بالإنجيل وعنده معجزة إحياء الموت وإبراء الأكمة والأبرص وما إلى ذلك فكانت المعجزة حاجة والمنهج شيء آخر لكننا مع القرآن الكريم نجد أن الله تبارك وتعالى جعل المعجزة هي عين المنهج المنهج القرآن والمعجزة القرآن حتى تبقى هذه المعجزة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يبقى القرآن الكريم شاهد صدق على ما أخبر به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل من يريد دليلا على صدقه يقوله اتفضل قادي الدليل هو القرآن الكريم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر كل واحد ربنا أيده بمعجزات تناسبت مع زمانه ومكانه وعدد المؤمنين به ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه شوف الفرق بقى وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وعلى فكرة ليس هذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليست لهم معجزات حسية عشان ما حدش يفهم غلط دي المعجزة الباقية الشاهدة على صدق النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لكن الإسراء والمعرج كان معجزة مادية انشقاق القمر كان معجزة مادية انفلاق الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام كان معجزة مادية تكثير الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كان معجزة مادية تسبيح الحصى وسماع تسبيح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة تسبيح الحصى في كف النبي عليه الصلاة والسلام هذه معجزة مادية لكن يبقى أن أعظم المعجزات وأجلها قدرا وأرفعها منزلة القرآن الكريم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة هذا القرآن يحتوي على معجزات لا حصر لها ولا عد معجزات كتيرة جدا سيما بعضهم بيقول كده كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبة كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا حيث ما التفت إلى القرآن تجد الإعجاز تجد الإعجاز صاحب اللغة يجد فيه إعجازا لغويا الأديب يجد فيه إعجازا أدبيا المؤرخ عالم الفلك عالم الطب عالم النبات كل إنسان يمكن أن يجد بغيته في هذا القرآن الكريم عالم النفس كل واحد القرآن الكريم أما تيجي تقرأ تجد أخبر عن أناس مضوا أجيال مضت نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعاد وثمود ولوت وفرعون هؤلاء جميعا من أين للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم بهؤلاء ربنا يقول له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بالنسبة لقوم سيدنا يوسف وإخوته ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيوم يكفل مريم سيدنا زكريا وبانوا إسرائيل منين عرف النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام وهو لم يجلس إلى أستاذ ربنا سبحانه وتعالى بيقوله كده وما كنت تتل من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون كنقول آه لا تعلم من فلان ولا تعلم لا ما حصلش فالإخبار بالماضي معجزة الإخبار بالمستقبل حاجاتها تحصل وتأتي كما أخبر القرآن الكريم لما يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبين سيغلبون في بضع سنين بضعة وكلمة بضع من ثلاثة لتسعة يعني هي في الحدود دي من ثلاث سنين لتسعة مش نسيلا عن كده ويحدث الأمر كما أخبر القرآن الكريم يقول في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينتصر المسلمون في نفس التوقيت في غزوة بدر على الكفار وغيروا غيروا غيروا فالإخبار بما مضى والإخبار بالمستقبل هذه كلها معجزات تشريع القرآن الذي لم يدع شاردة ولا وردة ولم يترك صغيرة ولا كبيرة قال تعالى وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ الإمام الشافيء يقول لم تنزل بأحد من المسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها ويقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لو ضع مني عقال بعير لو وجدته في القرآن الكريم القرآن الكريم تناول كل شيء ودخل مع الإنسان في أخص خصائصه وإن لك كده دخل مع الإنسان في حجرة نوم بينه وبين زوجته ينظم له حياته فيما بينه وبين بعض ويسألونك عن المحيط قل هو آذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى تهرن فإذا تطعرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطائرين نساؤكم حرث لكم فأتو حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم بينظم لك علاقتك بزوجتك في حجرة النوم كيف تكون وبأي أسلوب تنضي علمك القرآن كيف تمشي أنك وقصد في مشك علمك الإسلام كيف تتكلم واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فالقرآن الكريم طرق كل باب وسلك كل سبيل في سبيل إصلاح الإنسان والمجتمع وهذا إعجاز الإعجاز التشريعي الإعجاز الخلقي الإعجاز التربوي الذي احتوى عليه هذا الكتاب العظيم كذلك اللفتات العلمية الإشارات إلى ما استقر الأمر عليه من حقائق من حقائق ما بنقول شي نظريات إنما ما استقر عليه العلم من حقائق إذا لم يأتي في القرآن ما يؤيدها فلا يمكن أن يأتي في القرآن ما يعارضها اجتمل القرآن الكريم على كلام حول الجنين في بطن أمه والمراحل التي يمر بها وكل هذا أثبته العلم الحديث ما في شيء ذكره القرآن الكريم وتخلف أو تغير تحت مسمى العلم فالعلم العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد كلاما عن السماوات والأرض والجبال والبحار والأنهار والأجنة والليل والنهار والنوم واليقظة كل هذه الأشياء فهي دعوة إذن إلى أن نرتبط بالقرآن الكريم أن كلامي كله اللي بقوله أريد أن أؤكد في نفسي ونفس حضراتكم أن القرآن الكريم ينبغي أن نقدره قدره وأن ننزله منزلته هذا القرآن كما يقول الإمام الحسن البصري رسالة من الله تعالى إلينا رسالة ربنا بعتها لك رسالة ربنا بعت ليك رسالة كان السلف الصالح يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار كانوا يتدبرونها في الليل رأوا القرآن رسائل أتتهم من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل وينفذونها في النهار قرآن الكريم أنزله الله تعالى لا ليتبرك به بوضعه في السيارة حتى لا تنقلب أو لوضعه تحت الوسادة حتى تدفع عن الإنسان الرؤى المفزعة والنوم فيه قلق أو أرق لا 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 قرآن الكريم منهج حياة القرآن الكريم دستور للتعامل به بين الإنسان ونفسه بين الإنسان وربه بين الإنسان ومجتمعه في داخل الأسرة في محيط المجتمع في الأمم والدول ككل هذا هو القرآن هذا هو القرآن مما يذكر أن والد المفكر الإسلامي العظيم محمد إقبال محمد إقبال رجل مفكر له كلمات وعبارات ما شاء الله في القمة فكان يقرأ القرآن ويدخل عليه والده ويسأله ماذا تقرأ يا بني فيقول يا أبتي أقرأ القرآن يأتي في الغد اسأله نفس السؤال ماذا تقرأ يا بني فيقول يا أبتي أقرأ القرآن يأتي في اليوم الثالث يطرح نفس السؤال فسأله ابنه محمد إقبال يا أبتي تسألني سؤالا وأجيبك بنفس الجواب فماذا تقصد يقول يا بني أريد منك أن تقرأ القرآن كأنه أنزل عليك كأنه أنزل عليك بالطريقة دي وبالأسلوب ده انتفع محمد إقبال وفتح الله له وفتح أبواب الخير من شتى الجوانب حين أقبل على القرآن الكريم بكليته وده اللي احنا بنتمنى من مشاهدين ومستمعين جميعا أن يعيشوا عليه وأن يعملوا به وأن يتأدبوا بأدبه وأن يتخلقوا بخلقه القرآن الكريم نعمة كبيرة جدا 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 نعمة عظيمة وجليلة وهبة ومنحة من الله تبارك وتعالى ينبغي علينا أن نقدرها قدرها ينبغي أن نقدرها قدرها وأن لا نعيش على هامش القرآن وأن لا نتعامل مع القرآن بالإعراض عنه وبعدم الاهتمام به وإلا سيشكون رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ربه يوم القيامة ربنا بقول في القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا ربي يوم القيامة بقى هاشكوا إلى الله من اتخذوا هذا القرآن مهجورا ها إزاي إزاي يكون الإنسان هاجر للقرآن مع إنه بين أيدينا وأكثر قرآن أكثر كتاب يقرأ في الدنيا هو القرآن وما يخلو بيت مسلم من نسخة واثنين وثلاثة واربعة من هذا القرآن الكريم يبقى ازاي يأتي الرسول يوم القيامة ويشكو إلى الله أن قومه اتخذوا القرآن مهجورا قالوا هاجروا القرآن الكريم إما أن يكون بعدم تلاوته إننا مقرأش القرآن وإما أن أقرأ القرآن ولا أتدبر فيه وإما أن أقرأ وأتدبر ولا أعمل بما جاء فيه وإما أن أقرأ وأتدبر وأعمل ولا أدعو الآخرين إليه كل دي ألوان من الهجر ما أراش هجر ما تدبرش هجر ما أعملش هجر عدم دعوة الناس الآخرين إليه هجر كان بعض الصحابة يفتح المصحف في كل يوم مع كثرة مشاغلة ويقرأ فيه آية آيتين طبعا وماذا يفيدك أن تقرأ فيه آية أو آيتين فقال إني أخشى أن يأتي الرسول يوم القيامة ويقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لذلك ونحن نبدأ رحلتنا مع القرآن الكريم نؤكد على أهمية أن يكون لنا حضور مع القرآن الكريم حضور فعلي عملي تطبيقي واقعي وليس مجرد علاقة سطحية علاقة يعني كده على استحياء لا ده منهج حياة منهج حياة ده سبيل رقي ده هدف يعلو بك إلى أسمى أفق وده اللي قاله ربنا قال إيه قال فاستمسك بالذي أوحي إليك فاستمسك خد كده فاستمسك بالذي أوحي إليك أمسك مسك وأمسك واستمسك جماعة اللغويين يقولك أن زيادة المبنى في الكلمة يدل على زيادة المعنى يبقى مسك غير أمسك غير استمسك استمسك دي أقوح هذا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وإنه لذكر لك ذكر لك سبب ارتقاء سبب عز سبب خير ربنا سبحانه وتعالى هيجعله لك ولقومك وفي آية تانية يقولي الكلام ده برضو لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه سموكم فيه ارتقاءكم فيه علو منزلتكم هو القرآن ده هو القرآن ده اللي ربنا سبحانه وتعالى هيؤلي به قدرنا ويرفع به شأننا ونتبوأ به المكانة السامقة على الأمم كلها وعندنا مثل كان بعض العلماء يقوله يقولك بجيب دواء أقول عليه جربة وصح دواء وأقول جربة وصح فلو القعدة دي طبقتها على القرآن الكريم طبقت الآية دي أو المعنى ده على القرآن الكريم العرب قبل القرآن الكريم ماذا كانوا ولا حك ولا حك زي ما القرآن وصفهم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لا فيه ضلال مبين لا فيه ضلال مبين ضلال في العقيدة وضلال في السلوك وضلال في الأحكام ما فيهش لم يكونوا لا أصحاب حضارة ولا أصحاب مكانة ولا ليهم أي ذكر في العالم كله أمان إيه اللي حصل إيه اللي غير الدنيا دي كلها وإيه اللي جعل العرب سادة بعد أن كانوا عبيدا من الذي جعلهم قادة أمم بعد أن كانوا رعاة غنم إيه الجديد في حياة الناس دي هو القرآن القرآن هو ده اللي بدل حياة العرب 180 درجة 180 درجة غير حياتهم تماما لذلك يجي واحد النهاردة يقول لك أمجاد يا عرب أمجاد عرب مين يا عم؟ عرب إيه؟ هل للعرب أمجاد خاصة بهم بعيدا عن الإسلام؟ بعيدا عن هذه القرآن؟ سيدنا عمر رضي الله عنه يقول لقد كنا أذل قوم فأعزل الله بالإسلام فإذا طلبنا العز في غيره أذلنا الله إذا طلبنا العز في غيره أذلنا الله العز كل العز في طاعة الله العز كل العز في كتاب الله فتعالك ده شوف القرآن بيقول إيه؟ ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور كتاب أنزلناه إليك لتخرجه اللام دي بيسموها في اللغة العربية إيه؟ لام للتعليل للتعليل كتاب أنزلناه إليك علشان لأجل بغية تخرج الناس من الظلمات إلى النور فكل الخير اللي جه لهذه الأمة بسبب القرآن يمكن واحد يقول لك طيب الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الرسول صلى الله عليه وسلم من أين يستقي منهجا من أين يستمد دعوة من القرآن يمشي سيدة عائشة سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقون إيه حضركم عارفين إجابة كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن يبقى عايزين نقول إن عزنا وسيادتنا ورفعة رايتنا وعلو مكانتنا ليس إلا في القرآن فحسب ليس إلا في كتاب الله وفقط نتعلمه ونتعلم يتعلم أولادنا ونفتح عليهم بهذا القرآن فإذا به تستقيم به ألسنتهم وتصح به عقيدتهم ويستقيم به سلوكهم والخير من كل جانب ينفتح عليهم بسبب هذا القرآن الكريم الناس النهاردة حريصة على إنها تعلم أولادها وهم صغرين اللغة مش عارفة الفرنسية والألمانية والإنجليزية والإيطالية يا سيد يا سيدي علم ولدك القرآن الكريم علموا أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب آل بيته وتلاوة القرآن فإن حملت القرآن في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله فاتق لسانة ولدك بإنه يقرأ القرآن ويتعلم وكل اللي أنت عايزه هيجي بعد كده لكن أن تجعل الاهتمام ينصب على هذه اللغات التي تؤثر في نفس الطفل وتوجهه وسلوكه ويكون ذلك على حساب دينه وعلى حساب أخلاقي وقرآنه مصيبة كبيرة فلذلك بنقول يا أخوانا لازم نقرأ القرآن لازم نحفظ القرآن حفظ القرآن الكريم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين لازم يكون في الأمة حفاظ لكتاب الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم خيركم من تعلم القرآن وعلم فلا خير في من لا يعلم ولا يتعلم أو في من لا يتعلم ولا يعلم لا خير نحن في حاجة إلى أن نعيد الصلة المفقودة بيننا وبين كتاب الله تبارك وتعالى في كافة الصور وفي كافة المظاهر فهذه توطئة وهذه مقدمة نضعها بين أيدا حضراتكم ونحن نتحدث عن القرآن الكريم ككتاب هداية ككتاب إعجاز ككتاب كان سببا في رفعة راية من سبقنا ون يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فعلى كل مسلم يسمعنا أن يعي هذا الكلام وأن يبلغه إلى كل من لهم به صلة علينا أن نحيي القرآن الكريم في نفوسنا وأن نعيد الصلة المفقودة بيننا وبينه وقد قال سيدنا عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله فإذا وجدت كما يقول سيدنا عبدالله بن مسعود من سره أن يعرفه هل هو يحب الله ويحب الله أم لا فلينظر في القرآن يرى نفسه إن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن كان لا يحب القرآن فهو لا يحب الله يا ليت هذه الكلمات يكون لها تأثيرها الإيجابي في حياتنا ونستعين بالله تبارك تعالى بها على أن نرتبط بالقرآن أكثر أكثر ونقرأ القرآن ولما تيجي تقرأ خلي دايما زهنك حاضر وقلبك حاضر وابعد عن الشواغل والأشياء التي تجعلك لا تتعمق ولا تتدبر إنما في خلوة وفي وقت لست مشغولا فيه بشيء تلفونك مغلق والهوسة والزغطة بعيدة عنك وركز مع القرآن الكريم سينفتح لك من أبواب الخير ومجالات العطاء ما لا تتخيله ما لا تتخيله لكن أقبل على القرآن الكريم بالصدق وإخلاص وحب وتعمق وسترى بإذن الله تبارك وتعالى ما تقر به عينك وينشرح به صدرك نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يجعلنا ممن جعل القرآن أمامه فقاده إلى الجنة وأن لا يجعلنا ممن جعل القرآن خلفه فساقه إلى النار اللهم اهدنا لأحسن أخلاق وقامها لا يهدي لأحسنها وقامها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت وبمشيئة الله تبارك وتعالى نلتقي بحضراتكم مع القرآن الكريم نفسر بعض آياته وبعض سوره في أسلوب بسيط يعتمد اعتمادا أساسيا على الجانب الترضوي الجانب العملي التطبيقي الذي هو سر سعادتنا وسبيل رقينا اللهم وفقنا لذلك واجعلنا أهلا الله إنك ولي ذلك والقادر علي وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة